أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح أسيسي والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بدءا من موازنة العام المالي القادم أشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي أن تلك القرارات تعكس تطلع القيادة السياسية بعيد الاهتمام إلى المواطن المصري والصعي الدائم لتحسين ظروف معيشته وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أشهد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكليفات التي وجه بها الرئيس أسيسي وذلك في ختام فعاليات المنتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر